خلال العام المنصر موفر مشفى الباس الوطني في تلكلخ أكثر من 700 ألف خدمة طبية متنوعة وحاليا تم تخصيص شعبة عزل للحالات لمشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد مزودة بكامل تجهيزات طبية وتحوي 18 سريرا بناء على تجهيات سيد الوزير تم رفع جاهزية القصوى للمشفى أخذ كامل الاحتياطات الاحترازية تم إنشاء قسم عزل في قسم الإصعاف لفحص الأمراض التنفسية فقط شعبة عزل مؤلفة 18 سرير مع غرفتين عنايات بقسم العزل داخل قسم العزل تم تخصيص قاعة عنايات أربع أسرة أيضا الأمراض التنفسية للحالات المشتبهة وبدرجان حالات التنفسية نحن منحطها تحت المراقبة إنشاءنا عناية خاصة بالأمراض التنفسية يعمل راقب المرضى لحتى تستقر ودعنا حالة نتطمن أنه ما فيه شيء نخرج المشفى على جهوزية كاملة والكادر الطبي رفع من تأهو به ويراجع المشفى حاليا حالة كثيرة من إنتانة تنفسية وإنفلوانزة عادية وتتقيق على المخالطين لأشخاص من خارج سوريا أو ممن دخلوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية بشكل عام يتم استقبال المرضى من القسم الإسعاف أو من العيادات الخارجية التي يشك فيها بالإنتان الرئوي السعلي الجافي ترفع الحرورة بيتم قدوم المريض على القسم الطبقي لهون بعد إجراء صورة أشعة عادية X-ray للصدر ويتم تحليل الصورة وقراءة الصورة حسيت بحرارة من شي نهارين وسعل ودوري بواشرة توجهت على مشفى تلكلخ لتلقي العلاج وأكشف عن حالته والحمد لله رب العالمين أموري طلعت جيدة كتير طوال سنوات الحرب قدم مشفى الباس الوطني في تلكلخ خدمته دون كلل وما زالت الكوادر الطبية والإدارية تبذل جهودا مضاعفة لأداء مهامها على أكمل وجه سيما في هذه الظروف الطريقة من مشفى الباس الوطني في تلكلخ برفي حمصة الغربي شيرين العلي الإخبارية السورية